طب سألت اللواء ممكن حكيت واشتراحينها إيه سبايدر أولونوان ده؟ تمام فان سبايدر منظومة دفاع الجوي اسمها شركة رفايل الإسرائيلية وهها منظومة إسرائيلية 100% الفرق في اللي حصل يعني في فيديو بيشتغل نشوف حضرتك أديم السيارة مثلا طلع بنلاقي إن ياخد الأمر شوف عربية واحدة هل راحز حضرتك في الرادار الرصد اللونشر موجود انطلق الصاروخ عشان يتعامل مع الهدف بالحسابات الهدف اللي هو تأهيد طائرة بنطيار وبيستهدفها بشكل حقيقي وهنا في نقطة بقى مهمة الفرق في التطوير أولين وان حرفة 3 في 1 أو 4 في 1 إن كان فيه 3 عربات وكان عربة للصاروخ عربة للونشر عربة للصاروخ وعربة للرادار وعربة للتوجيه الفرق هنا لما جمعهم التكلفة قلت نسبيا زائد القدرة على التنفيذ والنواحة اللوجستية والحماية الإخفاء والتمويه اللي هي كلها المتطلبات التأمين القتال لهذا العنصر الذي ينافس بتكون أسهل بمعنى هذا لو معك 3 عربيات إخفاءهم أصعب بكتير من إخفاء عربية واحدة مش محتاج 3 تبات عالية مثلا استخبرهم عادة الرادار بيكون على مكان عالي ده لازم طبعا بس هنا الرادار جوء العربية نفسها هنا بقى كله خلاص إنما العربية كلها عادة الدفاع الجوي بيكون يفضل عشان يقدر ما يبقىش فيه كسر راداري يقدر يلقط الهدف ويكتشف ويتعبد معه ففي كل الأحوال سواء عملياتيا وإداريا وبخصوص أمن القتال برضو في الإطار العملياتي والسهولة قدرة العالية يعني فيه مرونة في الحركة ويستخدمين عربية أنها بعجل يعني عربية متحركة فيها رادار وفيها اللونش فستطيع تمشي في أراضي مختلفة طبعا فإن إعلاقة ده بالنظام القبة الحديدية اللي كان عندي إسرائيل قبل من كذا طبقا لمعلوماتي أنا لا أعلم أن بينهم علاقة القبة الحديدية دي منظومة مجهزة لحماية إسرائيل من الداخل لها طبعا المنظومة الخاصة بها بكل ما تملكه من وسائل تكنولوجية إنما أعتقد دي عمليتين أكثر في القتال وليس في الدفاع عن مدن أو مناطق داخل طبسات الليوح نعرفين مثلا أنه السواريخ اللي تطلقها القسام هي بدائية وحتى عشوائية هل المنظومة الجديدة تقدر أنها ترضع أو تحمي إسرائيل من سواريخ القسام أولا المنظومة دي لمدى القصير والمتوسط ليست للسواريخ ذات المدى البعيد فأعتقد أنا متخيل أنها تكون موأمة أنها تحتوي سواريخ القسام لأن الفكرة حضرتك أنه عشان المنظومة تكتشف الصاروخ لها محددات معينة خاصة بالبصمة الرادرية للصاروخ الحرارة التي تصدر منه وأشياء أخرى فبيكون ممكن اكتشافه خاصة لأن سواريخ القسام معظمها قصير ومتوسط المدى تمام خليب أعزنا حدك نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نكمل نقاشنا مع سيادة الوعد دكتور سيد غنيم وضيوفنا الآخرين أو ضيوفنا الآخرين الذين سنضمون إلينا تباعا بعد هذا الفاصل ابقوا معنا